بسم الله الرحمن الرحيم معنا يا ولد حلقة بإذن الله تكون جميلة كوكتيل من أسئلة محافظات جمهورية مصر العربية المختلفة المتنوعة أول سؤال أكمل تتكون الخلية العصبية من جزئين أساسيين من هو كله عرفهم جسم الخلية أيوة والتانية اسمها إيه محوري الخلية يبقى الخلية العصبية جزئين جسم الخلية ومحوري الخلية من المواد رضيئة التوصيل للحرارة بدم رضيئة يبقى مين عندنا مثلا الخشب والبيلاستيك سؤال الثالث عدد الأعصاب الشوكية وهنا بيسأل على الأزواج الشوكية يبقى 31 زوج طب الأعصاب المخية 12 زوج من الأعصاب المخية طب الإجمالي إجمع ديو دي 43 زوج حزر فزر من أسباب ارتفاع نسبة ساني أكسيد الكربون في الهواء الأسباب اللي زودت نسبة ساني أكسيد الكربون في الهواء عندنا أسباب متنوعة منها حرق المواد العضوية حرق المواد الإيه جماعة العضوية وعندك عواد من السيارات وعندك دخان المصانع وأيضا بتزداد بنسبة تنفس الكائنات الحية اختر الإجابة الصحيحة أي مما يلي من المفاصل المحدودة بدام سمعت كلمة محدودة يبقى تتحرك في اتجاه واحد من اللي بيتحرك في اتجاه واحد الكعو الركبة الكعو موجود النيوتن تعريفه يساوي وزن جسم كتليتو كتليتو ميد جرام الأغنية المشهورة أفضل وأحسن المعارن في التوصيل للحرارة إن الشاطر بتاعهم هو مين؟ إن حاس أفضل المعادن في التوصيل سؤالي لبعده أكمل ما يلي مفصل المرفق اللي هو الكوع غسل اليدين إلى المرفقين الكعين من المفاصل إيه؟ محدودة الحرقة لأنها تتحرك في اتجاه واحد يتكون جزء غزمين اللي عنده زرة كربون سي وزرتين أكسوجين أوتو شكل اللي اتنين مع بعض بيبقى سي أوتو يبقى جزء غزمين ده يا جماعة ساني أكسيد الكربون السؤال اللي بعده مين اللي بيتركب في جسم الإنسان من سير تسري فقرة عزمية تلاتة وتلاتين فقرة عزمية يا سارة يبقى مين؟ العمود الفقري واللي بيوجد بينهم غضاريف لمنع احتكاك ببعضها الفقرات ببعضها يمتد من جسم الخلية العصدية تفرعات اسمها تفرعات ايه؟ يجي ولد يقول أنا عارف إن في نوعين تفرعات شو جيرية تفرعات نهائية أقول له بس ده جسم الخالية يبقى تفرعات شو جيرية إنما النهائية والانتهائية من محور الخلية خلي بالك اكتب المصطلح العلمي وحدة قياس الوزن عارفها وتكافئ تقريبا وزن جسم كتليتو ميت جيرام من الوحدة قياس الوزن النيوتن اللي بعده حزر فزر من العمل المساعد اللي بيعمل عن الحلال فوق أكسيد الهيدروجين إلى مأوى أكسوجين عارفينه مسحوق مين؟ ثاني أكسيد المنجنيز العامل المساعد حزر فزر من الجسم الفضائي اللي جاذبيته ستسي جاذبيته الأرض من اللي يقول للأرض يا أنكل يا عم أنا ستسك عرفتوه؟ الأمر ستسي الأرض في الجاذبية والوزن غاز يستهلكه النبات في عملية التنفس الغاز اللي بياخده النبات في عملية التنفس يستهلكه يبقى مين؟ زي الإنسان بالزبط الأكسوجين لكن لو البناء الضوئي سيني أكسيد الكربون سؤال خادع خلي بالك اذكر أهمية واحدة لمين؟ القفص الصدري هو جوة مين؟ القلب والرئتين يبقى الوظيفة الأولى يحمي القلبي والرئتين طب العملية التانية يساعد على التنفس بالشغيق والزافير وعيز واحدة احنا قلنا اتنين وظيفة الغضريف يا عبداللطيف تعمل ايه جماعة؟ تمنع احتكاك الفقرات جدع يا يوسف يا بهاء تمنع احتكاك الفقرات ببعضها عند الحركة فلا تتأكل علشان تبقى الجملة كم لو محدش ينقصني سؤالي اللي بعده اكمل ما يلي وحدة قياس الوزن اقول له لسه ايلينها النيوتن طب يقص الوزن بالميزان ايه؟ بدم وزني بدم وزني بالميزان الزنبوركي يستخدم الترمومتر المأوي في قياس درجة حرارة مين؟ بدم المأوي يبقى السوائل الغاز الاكتر تواجد في الهواء في توة الهواء من حيث الكمية غاز مين؟ غاز النتروجين 78% او 4-5 حجم الهواء تقريبا هنيجي للسؤال اللي بعده مسألة كتلة جسمة على الارض 42 كيلو جرام تعرف تجيب الوزن على الارض اقول له استنى ايوة الوزن على الارض مستر حمد قال سطري للقانون وسطر حلي فيه طب القانون ايه يا يوسف الوزن على الارض بيساوي الكتلة بالكيلو جرام في عشرة الكتلة كام يا جماعة 42 نرجع نضربها في عشرة تبقى 420 وعلشان وزني يبقى التمييز نيوتن خلص الطلب الاولاني ونجي للطلب التاني وعم عايز الوزن على الامر مستر حمد يقول لما نطلع لفق نقل نخف يبقى خفيف الحرقة ناخد الربعمية وعشرين ونقسمها على ستة هتطلع الاجابة سبعين والتمييز بالنيوتن علشان لتنين بالوزن السؤال الاخير بيقول لي اكتب المصطلح العلمي غاز يدخل في عملية البناء الضوئي غاز يدخل في عملية البناء الضوئي يعني بيستهلك النبات في البناء الضوئي غاز من دو ثاني اكسيد كربون كان في واحدة الغاز اللي بيستهلك في التنفس ثاني اكسيد كربون لازم اكون مركز يا ولاد من المواد التي لا تسمح بمرور الحرارة من خلالها اقول له مواد رضيئة التوصيل للحرارة مقدار ما يحتويه الجسم من مادة اقول له ده تعريف الاشهر تعريف الكتلة من سنة ربعة هي صورة من صور الطاقة تنطاقل من الجسم الساخن الى الجسم البارد اقول له ده تعريف الحرارة السؤال اللي بعده شايف الرسم اللي ابالك ايوة اكتب البيانات اكتب اسم الخلية اقول له سهلا ده رسمة الخلية العصبية طب رقم واحد شوف مشاور على ايه على دي على دي هه من دي النواة احد الاعضاء الاساسية في جسم الخلية طب لو كان السهم علنا ماشى عليه ده ده جسم الخلية طب على دي النواة طبعا النقط اللي حواليها السيت بلازم خلي بالك ها السؤال اللي بعده رقم اتنين مشاور على مين انا شفت غلط ايوة انا شفت غلط انا اسف شفتها غلط والله جل ملا يسهو يلا كده نعيد دي تاني بيقول لي ايه بيقول لي رقم واحد انا افتكرت دي واحد رقم واحد اللي تحت مشاور على مين على الافرع بص 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 على الافرع يبقى الافرع دي بتمثل مين التفرعات طب انهي تفرعات طالما خرج من جسم الخلية تفرعات شجيرية طب رقم اتنين مشاور على القورة اللي جوة جسم الخلية يبقى النواة تعال نكمل احنا لو مشاور على ده يبقى محور الخلية لو مشاور على ده تفرعات نهائية او تفرعات انتهائية لو مشاور على دي تفرعات شجيرية النواة السيتو بلازم طب لو كانت كده ادي النواة وعمل كده ها كده ومشاور على دي الغشاء البلازمي خلي بالك هنا سيتو بلازم هنا نواة طب دي كلها الجسم الخلية خلي بالك يا رب تكوني الأسئلة سهلة وبسيطة ومفهومة كوكتيل من محافظات جمهورية مصر العربية في علوم الصف السادس وبكده يا أولادي الحمد لله خلصت حلائتنا ودرسينا اليوم مع مستر حامد البيومي ودايما نقول لك لايك وشير وسبسكرايب لقناة روائع البيومي وتابعنا على صفحة مستر حامد البيومي يصلك كل جديد وشير في الخير خلي الكل يستفيد صالح دعوكم مستر حامد البيومي